بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا ورسولنا وقرة عيننا وتاج رؤوسنا محمد عبد الله ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين المطهرين ومن تبعهم بهدى وإحسان وإيمان وحب ويقين حتى نلقاك يا رب العالمين وبعد أخواتي أخواتي مشاهدي هذه القناة الجميلة قناة الصحة والجمال أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدكم صحة وبركة وجمالا وعفوا وعافية وحبا لله ولرسوله وللمؤمنين يا رب العالمين أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد بحلقة جديدة مع حضرتكم في هذا البرنامج المفيد بإذن الله تعالى برنامج هذا ديننا الحقيقة يعني أنا بحبش أقول كلام نمطي بحب كده ندردش مع بعض في فكرة معينة قد تكون غائبة قريبة مننا لكن إما هي غائبة عن وعينة أو إحنا مشغولين عنها أو بناخدها بشكل تقليد إيه الفكرة اللي عايز أكلم حضرتكم فيها النهاردة أنا ما بحبش في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أو في حديثي الدينية أو الدعوية أخذ المنحة الخشن وهقول لكم ليه المنحة الخشن في كلام يعني الحاجة اللي فيها نقد اللي فيها كلام عن التقصير والذنوب والشرك يعني ده جزء من الدين وعلماء السلوك أو القلوب يعني بيقولوا إن إحنا قبل أن نتحلى لابد أن نتخلى اللي بيسموها التخلية قبل التحلية يعني الإنسان قبل أن يتزين ويتعطر بيغتسله فلابد أن يتطهر القلب من الآفات والأمراض ثم يعني يمتلئ بالأفكار والصفات الطيبة الجميلة التي تكون منه في النهاية وهو في طريق إلى الله ما يسمى بالقلب السليم اللي هو غاية كل الأعمال الصالحة أن يصل الإنسان إلى هذا النوع من القلوب قلب سليم اللي هو رصيد الإنسان الذي سيأتي به إلى الله سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وإن من شيعته إلى إبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم وما إلى ذلك في فكرة مهمة جدا عايز أتكلم فيها مع حضراتكم وهي فكرة عبودية الأصنام حد يقول لي نحن في القرن الواحد والعشرين يتكلم في إيه ومسلمين وموحيدين بالله ومؤمنين ونحب ديننا وعرفنا ربنا الواحد الأحد وأصغر طفل حافظ قوله والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قضية التوحيد قضية يعني من المسلمات أصبحت مسألة مش محتاجة أن حد يفكرنا بيها ولا نتكلم فيها أصنام إيه اللي أنت جاي تقول عليها الأصنام دي كانت مرحلة تاريخية كانت الجاهلية مسيطرة على عقول الناس فكانوا بيعبدوا الحجارة حتى ما كانوش بيعبدوها لذاتها هم عارفين أنها حجارة بالعكس هم اللي صنعينها من خشب من صخر من حجارة من طوب من عجوة من حلوة أي حاجة كما هو معروف وقرينا واسمعنا كتير في كده يعني فهم مش بيعبدوا هذه الأصنام لمجرد أنها حجارة تضر أو تنفع لا هم كانوا بيقولوا كانوا بقولوا كده ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفة قربة يعني يعني بيتخذوها وسيلة أو واسطة بينهم وبين الإله الذي قيل لهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله معترفين لكن هم شايفين الطريق لربنا مش سالك لا أبد أن يمر عبر الأصنام والأوثان وما إلى ذلك فكرة طفولية جاء الأنبياء رغم إصرار الأقوام عليها من بعد آدم كده لكنها فكرة سازجة ومع ذلك عانى الأنبياء والمرسلون في تحطيم هذه الفكرة وتنظيف عقول الناس وقلوبهم وسلوكهم من هذه الأنواع من العبادة وتخليص القلب لعبادة الإله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والقرآن العظيم الكريم الجميل بصت قضية التوحيد أكثر ما بيقرها فيما يسمى بكتب التوحيد يعني نقل الإنسان نقلات بين السماوات والأرض حتى يعرفه بخالقي سبحانه وتعالى وفي الآخر يلقى إله مع الله جاوب أنت طب اللي بيقول لنا إله يتفضل يخلق لنا سامة تانية أرض تانية بحار أنهار مش أنت بتقول لنا ورينها تعمل إيه فمحدش الدع فلم يبقى إلا الباقي سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد دي بشكل سريع القصة أو الفكرة اللي أنا عايز أدخل منها طب إذا كانت عبادة الأصنام في شكل الأحجار والأوثان وما إلى ذلك انتهت فعلا تاريخيا وإن كان بعض الأقوام يعني في مجاهل ربما أفريقيا أو في جزء من الهند أو بيعبدوا بعض هذه الأصنام لكن بتكلم بشكل عام في تاريخ البشرية كانت عبادة الأصنام حتى كانت فكرة ما بدأتش كده بدأت بأن ناس معينين من الصالحين سيرتهم كويسة من أهل الأولياء الله من الصالحين لما ماتوا سوى للشيطان لأتبعهم في فجر البشرية في بكورة البشرية من زمن سيدنا نوح على سبيل المثال في أسماء لهؤلاء الصالحين الشيطان سول لبعض الجهلاء أنهم يعملوا لهم تمثيل عشان أما يشوفوا الصنم ده ود ويسوع ويغوث ويعوقى ونسرة زي ما صورت نوح سمتهم لما نشوفهم يفكرون بالناس الطيبين التمثال ده بتاع سيدنا فلان أو كذا أو كذا فيذكرنا بأعماله الصالحة نعمل زيه مشت الفكرة بالشكل ده ودي طريقة الشيطان في تزيين الباطل أو الشرك أو العمل السازج الغبي عشان يوصلنا للدرك الأسفل من الإشراك بالله سبحانه وتعالى دي فكرة الشيطان أصلا يعني ومر الزمن وكل ما بيمر الزمن العلم بيقل وانتشر الجهل فبالتالي وصل الشيطان إلى هدفه بأن الناس عبدوا هذه الأصنام اللي كانت معمولة أصلا عشان دي كده فكرتها يعني عشان تذكر الناس اللي كانوا في ساعتها في وقتها بهؤلاء الصالحين بعد ما مر الزمن الناس عبدوا الأصنام فعلا هي الحجارة دي عبدوها من دون الله سبحانه وتعالى بالعكس كانوا مصرين على هذه العباد وقالوا اوعوا تسيبوا هذه الأصنام أبدا وقالوا لا تذرن آلهتكم هم سموها آلهة وآلهتكم يعني عندنا آلهة في الأسواق كنا في الأزهر وابندرس مادة اسمها آلهة في الأسواق يعني لا عايز ينزل يشتري له أفكار طفولية سازجة فالحمد لله الذي هدانا للحق هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالة مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا جزاء العبادة من دون الله سبحانه وتعالى وعلى الأخص عبادة الأصنام الكلام ده يقصنا في إيه يا جماعة؟ إحنا الحمد لله نعرف ربنا ونعلم أن لنا إله واحد نكبره ونعظمه ونجله جل جلاله ونركع له ونسجده بين يديه عز وجل نتوسل إليه بالأعمال الصالحة وبالدعاء الصالح يعني عارفين ربنا إيه فكرة الكلام هل هو كلام تاريخي انتهى وبنفكر بعض به لا القصة متجددة إن لم تكن في شكل عبادة الأصنام مباشرة فهناك أنواع أخرى من العبودية قد تصل إلى حد الألوهية في قلب الإنسان إزاي الكلام ده؟ طب مش أنت بتقرأ في آية في القرآن بالتعدي عليك أو أكثر من آية أرأيت وأفرأيت سمعت اللفظة دي في القرآن كلنا أرأينا القرآن وختمنا أكثر من مرة اللهم تقبل يا رب العالمين فمرنا على آيات زي كده تقول أرأيت من اتخذ إلهه هوا أرأيت من اتخذ إلهه هوا أفرأيت من اتخذ إلهه هوا الله يعني حد ممكن ياخد إله تاني غير ربنا سبحانه وتعالى وممكن الشخص دي يكون مسلم وممكن يكون بيصلي بس هو مصر على حاجة معينة بيفرضها عليه مزاجه فكرة حريته الشخصية بيفصلها عن الالتزام الديني اللي هي بأوامر الدين وبالتالي الشيطان يجعل التزامه بالدين قيد يقيد حريته فيبقى صعب عليه ويحرمه من لذته ومن شهوته ومن رغبته فيظل هو يعطي كيانه ورغباته لهذا الهوى عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم قصة الهوى والمزاج والرغبة والاتجاه لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه فين بقى لما جئت به لأوامر الدين والشرع الحكاية دي ممكن تبقى سهلة جدا وتبقى خفيفة جدا ويبقى أنت متوافق أو أنت متوافقة مع الشرع لما بنمرسه بشكل صح بنتلقاه بشكل سهل ويسير وجميل وكما جاء من العهد الصافي النقي الأول مش عبر ناس متشددين أو ناس بينقلنا الدين أو شكل التدين بشكل مقزز وشكل عنيف لا ده ممكن يعمل لنا صراع نفسي وتناقض نفسي وندخل في منطقة الاكتئاب الديني تبقى متدين أو متدينة وحسين باكتئاب ليه مش فرحنين ليه ليه مع أن إحنا متدينين حسين بحزن دائم وزعل دائم ربما نكون فهمنا الدين خطأ لأن الدين كاسح لزي كاسحة الألغام كده كاسح لكل ما يجعل الإنسان حزين ودافع لكل ما يجعل الإنسان متفائل ومستبشر حتى في أثناء المطباط والأزمات والابتلاءات اللي بتحصل في حياة الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبا شوف بمعنى العجب عجبا لأمر المؤمن إن أمره كل ما يمر به إن أمره كله له خير وليس ذلك جملة كده اعتراضية بيسموها في اللغة وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن المؤمن بقى اللي فاهم المسألة فاهم سنن الله سبحانه وتعالى في السراء والضراء وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء حاجة تسر وتشرح الصدر وتفرح شكر ده طريقة المؤمن في التعامل مع الأفراح يشكر ربنا سبحانه وتعالى ويفرح قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحه هو خيره مما يجمعه شيء جميل لازم تفرح به وتستبشر به وإن أصابته ضراء أي نوع من أنواع الأزمات أو الابتلاءات يعمل إيه؟ ضجر ولا انتحر ولا اكتأب ولا حزن ودخل في مظلمة الحزن؟ لا صبر فكان خيرا له إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له في حالة الشكر لإن شكرتم لأزيدنكم وفي حالة الصبر إنما يوفى الصابرون أجراهم بغير حساب هذه المسألة بشكل عام لكن مسألة العبودية وأنا دخلت بمدخل عبادة الأصنام عشان ننتبه إلى إنها مش عملية تاريخية انتهت لا ممكن تتجدد بس في أشكال أخرى القرآن كلمنا عنها زي ما قلت من شوية الآية فرأيت من اتخذ إلهه هواه هواه هو المقدم تقول الآية ولا الحديث ممكن لا أنكرها لأن أنا مسلم وإنسان بحترم الدين بس أنا مش أدر على نفسي الحقيقة بلغ من الضعف والإنسان كلنا وخلق الإنسان ضعيف كلنا فينا ضعف لكن طول ما احنا في حالة ضعف لكن في حالة مقاومة بنؤع ونقوم ونستعين بالله استعينه بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين والذين جاهدوا فينا وجاهدوا أنفسنا لنهدي أنهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وإنت ربنا أسبق ليك بس عايزك تتحرك قال تعالى في الحديث الخدسي الجليل عبدي قم إلي أمشي إليك من أتني يمشي أتيته هرولة يعني ربك بيسارع في الخيرات سبحانه وتعالى لك ويضخ لك ويثق الموازينك حسنات وإحنا ربما ما نستهلش يعني لو عملنا بالعدل هلكنا الحسنة بحسنة وخلاص ده لو قبلت الحسنة لكن الله سبحانه وتعالى يريد لنا الخير والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيم ربنا عايزنا مستقيمين وده لمصلحتنا لأننا لن نضر الله سبحانه وتعالى إن عصيناه ولن ننفعه بشيء إن عبدناه بالليل والنهار إنما هو لأنفسنا أعمالكم احصيها عليكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه فنعوذ بالله من الخذلان ففكرة العبودية مذكورة هنا يعني أنا مش بفتعل في الكلام ولا بحاول يعني أعتسف وأعصر الأدلة عشان أطلع منها باستنباط لا ده الآية واضحة جدا أرأيت من اتخذ إلهه هوى طيب في الفاظ العبودية ربنا سبحانه وتعالى قال ألم أعهد إليكم يا بني آدم كلنا هو ألا إيه ألا تعبدوا الشيطان تعبدوا بنص العبودية ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأني عبدوني هذا صراط مستقيم ما فيش أوضح من القرآن من غير ما تمسك كتاب ابن كثير ولا القرطبي ولا الطبري ولا تقرفها الآية نفسها أنت بتتعامل معها بفهم الفطرة ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين طب هو الشيطان بيقفوا قدامنا وإحنا والعياذ بالله بنركعل ونسجد لا العبادة هنا معناها الطاعة إن الشيطان يوسوس بالشر فنتبعه لا نقاوم ما فيش أي محاولة لمقاومة الأفكار السلبية والوسوس الشيطانية التي تخطف المسلم عن طريق الله سبحانه وتعالى طيب إذن ألفاظ العبودية العبادة جت هي بنصها ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين طيب خلينا نأخذ المسألة ونقول إن في أصنام قد توجد في حياتنا هي أصنام حقيقية لو لم نقم بضربها باليمين زي ما رأبنا وصف سيدنا إبراهيم في الأصنام الحقيقية الحجرية فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون دي الأصنام الحجرية إحنا في أصنام في قلوبنا في أصنام في سلوكنا في أصنام وقفة طريقنا ربنا سبحانه وتعالى محتاجين ننقي منها قلوبنا حتى تسلم وحتى يتقبل الله سبحانه وتعالى منا عبادتنا إليه منها مثلا خلينا نأخذ الصنم الأول فكرة الرياء الرياء دي مسألة خفية والنبي وصفها بدبيب النمل النملة لما بتمشي بتسمع دبة النملة أنت بتسمعها حدش بسمعها هالس الرياء وهو إن الإنسان يعمل عمل عمل الخير كل أنواع الخير بقى صلاء صوم صدقات زكوات حج عمرة الأعمال الخير أنت عملها لي عملها ربنا ده صحيح وهو ده ما ينفعش غير كده وما أمروا إلا ليعبدوا الله مش بس مخلصين له الدين اللهم ارزقنا لإخلاص يا رب العالمين لكن الإنسان بطبيعته بيحب المبح ويحب الثناء ويميل للشهرة وإن الناس تتكلم عليه كويس بيفرح بكده والمخلصون من قلة نسأل الله أن نكون منهم يا رب العالمين وحضراتكم طبعا فالنبي صلى الله عليه وسلم يسمي الرياء ده الشرك الأصغر يا خبرة بيض شرك يعني دخل في منظومة العبودية الشرك الشرك الأكبر والكفر بالله الصريح المعلن بكل أنواعه وأشكاله لكن الرياء شرك آه شرك بس لا يخرج من الملة إنما بيحبط العمل بيمسح العمل بأستيكة العمل ده ممكن تبقى دفعت فيه 3040 ألف جنيه أو 100 ألف جنيه أو أكتر أو أقل مثلا حج شوف كلنا بنتمنى ومعرفناش يمكن قيمة مكة والمدينة إلا بعد ما حصل كورونا والحظ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافي منها بلاد المسلمين والحرمين الشريفين ويفتح لنا طريقا إلي حجاجا وعمارا المخلصين يا رب العالمين وما ذلك على الله بعزيز سبحانه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء فيجي الرياء ده يبدد المبلغ اللي أنت دفعته والعياذ بالله الآلاف المؤلفة غير الجهد غير التكليف غير الغربة عن البلد غير التعب والمناسك وإنت خرجت من حالتك الطبيعية أي أن كان دورك في الحياة منصبك مقامك في حياتك العادية في الحج بتبقى إنسان مجرد تتساوى الرؤوس لكن أنت أنفقت في سبيل الله وطيارة وفنادق وإلى آخره ومع ذلك دخل هذا الشرك الأصغر في القلب حتى يقول الناس إن أنا حجيت وتفتخر بهذا الحج صحيح الإنسان بيفرح بالعبادة وإذا حد أنت عملت خير وشكرك عليه ده مطلوب من لم يشكر الناس لم يشكره لكن في شعرة خفية دقيقة جدا لازم نخلي بالنا منها وهقول لكم إيه علاجها يعني علاج الإنسان المحب للرياء اللي محب الناس تطلع عليه إذا ما كانش قادر على نفسه ودعبك خطير جدا يبطل العبادات مهما كان حجمها وقدرها يكثر من الأعمال الخفية عشان ما نروحش بعيد يعني الداء والدواء يكثر من الأعمال الخفية ويكتمها يعني يتصدق بينه وبن نفسه كده بدون محد يشعر مثلا يصلي في أوقات غير الصلوات صلوات خفية بينه وبين الله قيام الليل ومن أرج الصلوات للقبول طبعا تلوات خفية بعض الصالحين بنقرأ عنهم بعض السلف الصالح حاجات عجيبة جدا أن يواحد يصوم نافلة أربعين سنة ولا تعرف زوجته أنه صام زوجته اللي نايمة جنبه شوفوا قد إيه حرصهم على العمل لأنهم رأوا الله سبحانه وتعالى المستحق بهذه العبادة أيًا كان نوعها صلاصهم نوافل يعني أيًا كان المستحق أن تكون لوجهه وحده وسبحانه هو الله عز وجل البشر هيعملولي إيه؟ ما لا يملكون ميزان الحسنات والسيئات ولا يملكون موتاً ولا حياةً ولا نشورة ولا يملكون الموازين يوم القيامة لازم الأفكار دي تبقى حضرة قدامي وأنا بعمل العمل أن في النهاية يشكرني ولا يشكرني إذا الإخلاص أن يتساوى مدح الناس وذمهم أنت ما عملتش لوجه الناس أنا عارف أن المسألة دي ربما على حد زي حالاتي كده من ضعاف النفوس ناس الله العفو وعفو محتاجة جهد ومحتاجة الإنسان يخلص لله سبحانه وتعالى بالأعمال البديلة الأعمال الخفية يمكن تبقى رصيد عنه يعني له عند الله سبحانه وتعالى يعني يحوش مع ربنا سبحانه وتعالى إذا صح التعبير أعمال خفية تنفعه أو تعوضه عن بعض ما يشوب عمله من الرياء والنبي صلى الله عليه وسلم وصف لنا أو قال لنا دعاء للتخلص من مسألة الرياء اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه تاني النبي علمنا هذا الدعاء لمقاومة الرياء وعلاج هذا الداء ومقاومة هذا الصنم وتكسيره في القلب طبعا وفي النفس وفي العمل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه قصة الإخلاص قصة محتاجة تدريب كلما درب الإنسان عليها نفسه كلما حالت له ويدوق منها ثمرات جميلة أوي ويبقى أنس بالله عز وجل أكبر من اهتمامه بمدح الناس وإن كان الإنسان بطبعه يحب الثناء والمدح وإحنا كناس في الإعلام وبنظهر في القنوات عندنا شيء يعني من الشهرة وعلى المنابر يعني إحنا قدام الجمهور ممكن يعجبوا بينا أنا مش بقولي الكلام ده بقول ده حقيقة نحن الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى اللي ليهم شيء من الشهرة أشد الناس حاجة إلى الإخلاص وإلى أن يعفوا الله سبحانه وتعالى عننا لأن ممكن يقول كلام حلو غيرك يهتدي بيك به غيرك ياخده ويعمل به وأنت لا أجرى لك فيه والعياذ بالله فإذن تحقق الإخلاص ومحاولة استحضار النية أن كل الكاميرات ده في يوم والإيام حتنطفئ أو سيزول الإنسان عنها ويبقى الإنسان في قبره رهين عمله وإخلاصه إما أن يكون مخلصا فيضيء الله وينير الله قبره بهذا الإخلاص وإما لن يصحبه ثناء الناس ولا أي شيء إذا كان رأى أو راية بعمله كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ألا لله الدين مش بس صفة الدين اللي ربنا يقبلها ألا لله الدين الخالص بقول المسألة ممكن تبقى سهلة لو درب الإنسان نفسها وعليها بفكرة استحضار النية قبل ما أعمل العمل أقول لنفسي العمل ده يا رب أقصد به وجهك الكريم ولا الناس إذا كانت المسألة يعني لسه لا استنى ما تحاولش واحد بيدعو واحد لحضور جنازة فلسه هيوم قال له انتظر ما الذي قال له انتظر انتظر أشوف نيتي هل أنا سأشهد هذه الجنازة هروح عزي مثلا عشان يبقى أنا أثبت تحضور ولا لله عز وجل وحق المسلم على المسلم أهي حاجات بنعملها في العادات والتقاليد طب ليه بنعملها بلا أجر لماذا لا نف كده كده هنعمل ده لماذا لا يكون لله وحده لا شريك له الذي بيده ملكوته كل شيء والذي بيده الحسنات والسيئات سبحانه وتعالى وجل وعلا دي الفكرة اللي أنا عايز أقول الصنم ده صنم الرياء إذا هو خفي فيعد يتكون يتكون في القلب حتى لا يبقى في قلب العبد شيء لله عز وجل دي مصيبة كرسة والعياذ بالله يبقى الواحد تعب وسواء عبد الله عبادة بدنية أو عبادة مالية بالإنفاق والصدقات والتبرعات وما إلى ذلك أو إلى آخره ويجي يدور ما إلى إيش ولا حسن وهو السبب في هذا أنه لم يستحضر أنه الكلام ده ليس تسقيلا أنا بحبش مسائل بقول ما بحبش المواعز الخشنة وليست من الدين لكن زي ما بقول منهج التخلية قبل التحليل نشوف الحاجات اللي ممكن تأثر على الأعمال الطيبة بتاعتنا ننبه ليها نحط علامات حمرة حتى نتفاداها أو نتخلص منها ونحن نسلك الطريق إلى الله سبحانه وتعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحا فملاقين من الألفاظ اللي جات في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ألفاظ العبودية نقول لكم ألفاظ العبودية دي لازم نتحقق منها ربنا قال لنا ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان يبقى فيه عبادة للشيطان بس ليست بشكل الشيطان إنما طاعته واتباع سبيله ودي غاية الشيطان أن يقول لك تعالى تروح وعشان كده يوم القيامة الشيطان يخطب في أهل جهنم خطبة نارية وربنا ألهلنا في سورة إبراهيم نص خطبة الشيطان وقال الشيطان لما قضي الأمر وقامت القيامة ودخل أهل جنة الجنة ودخل أهل النار النار والعياذ بالله وقال الشيطان لما قضي الأمر شوف بيقول إيه بقى هضبة الشيطان إن الله وعدكم وعد الحق قال لكم في جنة وفي نار وفي حساب وفي حسنات وسيئات حصل ولا ما حصلش حصل حصل معانه القرآنه والسنه والدينه كل ده موجود وعد الله سبحانه وتعالى ورأينا نصوصه وهذا هو الحق الذي آمنا به فالشيطان عارف كده فيقول لأهل النار زيادة في التبكيت والحصرة والندمة والعيز بالله إن الله وعدكم وعد الحق أنت بتكلم عن الحق دلوقتي؟ أه طبعا لأنه أعرف الناس بالحق لكنه خالفه ومش هيروح لوحده ياخد أكبر كمية من بني آدم معاه إلى عذاب الله سبحانه وتعالى دي خطة الشيطان والعيز بالله إضلال الناس وإغواءهم وإلهاءهم حتى تمر الأعمار ويروحوا فضيين وياخدهم إلى جهنم والعيز بالله ده صراع بين بني آدم وبين الشيطان أو بين الشيطان وبين الناس فوقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم كلم عن نفسه بقى ربنا وعدكم وعد الحق وشفته قال لكم في جنة وفي ناره هذا وعد الله سبحانه وتعالى هل وجدتم ما وعد ربكم حق؟ طبعا شافوا وداء والعيز بالله ووعدتكم كلم عن نفسه بمنتهى الصراحة ده يوم القيامة ما فيوش بقى خداع ولفه ده خلصة القصص دي ووعدتكم فأخلفتكم اخلص بقى كفاية اللي احنا فيه لا ده لسه استنوا بقية كلام الشيطان ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم شوفوا بقى التبكيت والتحسير يحصرهم لدرجة ايه ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم اشارة بس من صباع ايدي كده الا ان دعوتكم فاستجبتم لي بيسموه فاق الفاق الترتيب والتعقيب يعني ما خدتوش وقت في التفكير بمجرد مزاينتلكوا الغلط او اللي جريتوا عليه بلا تفكير ومش مرة واثنين وثلاثة لا خلاص بقى طريقه انا حطتكم على الطريق الشمال فانتوا استحلتوا ومشيتوا في الحكاية وحلت ليكم باقت المسألة لذيذة اوي ولا رجعت فيها حتى جئت بكم هنا الى جهنم والعزو بالله ده مش وصفي انا ده الاية في سورة ابراهيم نقولها تاني قال تعالى عن خطبة الشيطان لأهل جهنم او في اهل النار والعزو بالله وقال الشيطان ان الله وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي خلصة القصة والحكاية كده فلا تلوموني لسه هو اشيطان بيقوله فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم يعني نقدرش انقذكم خلاص كلنا في الهوى ساوى زي يقول بس في النار ساوى عزو بالله ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخين اني كفرت بما اشركتموني من قبل يا خبر بيات اني كفرت اشتن كفرهم وبعدين كفر بيهم ببساطة جديدة كده اني كفرت بما اشركتموني من قبل ان الظالمين لهم عذاب أليم الاية دي والله العظيم يا جماعة كفيلة ان احنا ننتبه لمعركتنا مع الشيطان نتحصن بقى لان ربنا كشف هذه الخطط خطط الشيطان وكيف يدور حول الانسان وكيف يقعد لنا صراطنا صراط الله المستقيم وكل ده موجود يعني خلاص ربنا كشف لك خطط عدود فلماذا ما الذي يجعلك تضعف يعني خلاص عرفت انت عدوك يبقى في حاجة تانية في صنم تاني اللي هو الهوى اللي هو اتباع النفس ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيد بالله من شر نفسه شر ايه ومن اللي بيستعيز بقولك سيد الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه كما قال بحق وبوحي يقول وأعوذ بك من شر نفسي طب هو نفس النبي فيها شر ده النبي الخير كله عليه الصلاة والسلام ومنه الخير كله وهو الذي به هدانا الله واخرجنا من الظلمات الى النور صلوات الله وسلامه عليه يقول كده افتقارا وانكسارا الى الله عز وجل عشان يعلمنا وأعوذ بك من شر نفسي ايوة النفس دي تستحق ان يستعيذ منها رسول الله نفسه صلى الله عليه وسلم فما بال المؤمنين وراءه الى يوم القيام أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه او في تشكيل اخر ومن شر الشيطان وشركه الشرك المصيضة مديحية للشيطان الخدع بتاعته فاذا اذا احنا محتاجين ننتبه الى ان عبادة الشيطان زي ما نصت عليها اية ياسين لم اعهد اليكم يا بني ادم ألا تعبدوا الشيطان ألا تعبدوا العبادة هنا التسويل والتزين والطاعة والاتباع ودينا شفنا في نهاية الامر ماذا قالت شيطان لأهل النار اسأل الله ان يجعلنا وإياكم من أهل الجنة لا من أهل الجنة فقط بل من أهل الفردوس الأعلى من الجنة وأن يقينا وإياكم عذاب النار وبئس المصير إذا صنم الرياء ناخد بالنا منه جدا لأنه بيحبط الأعمال يعني يحبط الأعمال يبقى الأعمال شكلها قائم أدناها لكن فضية من جوه اللي هي ربنا قال عنها في شكل آخر في آية من الآيات وقدمنا إلى ما عملوا عملوا فعلا إلى ما عملوا من عمل بس العمل ده كله ما كانش بتاعي أنا أغنى الشركاء عن الشرك ربنا سبحانه وتعالى أغنى الأغنياء عن الشرك بالله من عمي فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيره تركته هو شركه وفي رواية فهو لغيري ربنا محتاج لده إذا كان العمل الخالص لله الله غني عنه والله هو الغني الحميد يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز هذه بس الحكاية ببساطة شديد فنحن المفتقرون إلى ربنا عز وجل سيبت من المنظرة والبهرجة والإنسان فيه في الدنيا بيفرح به في النهاية بعد شوية مهما كان اسمه بيت نسي لما يروح في التراب بيبقى ذكرى سنوية أو بعد سنتين وخلصت القصة كلها والباقيات الصالحات خيروا لعند ربك ثوابا عند ربك عند ربك مش عند الناس والباقيات الصالحات خيروا لعند ربك ثوابا وخيروا أملا اللهم رزقنا الباقيات الصالحات الأعمال الخالصات لوجك الكريم يا رب العالمين هذه صنم الرياء في أصنم تانية فيها لفظ العبودية في حديث النبي عليه الصلاة والسلام النبي يقول لنا إيه؟ يبدأ الحديث أنت بتحب النبي يدعي لك ولا لأ؟ طبعا يبخت الصحابة اللي النبي دعا لهم ويبخت أي حد يقع تحت دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة ورحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى رحم دعوة من النبي بالرحمة لمن يفعل هذه الأفعال الجميلة الطيبة في البيع والشراء والقضاء وغير 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 أحاديث جات كتير بالدعاء الجميل من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وفي أحاديث جاءت بدعاء النبي على ناس معينين النبي دعا عليهم بإيه بقى؟ بأسوأ شيء يبتلى به الإنسان في الحياة طبعا في الدنيا والآخرة وهو التعاسة كلنا نحب نكون سعداء والإنسان في حياته كلها بيحاولي بيسعى ويبذل ما في طاقة أنه يسعد نفسه ويسعد أسرته ويسعد اللي حاوله بأي وسيلة من وسائل السعادة مش كده ولا إيه كلنا بنتمنى أن نكون سعداء أسأل الله أن يجعلنا من السعداء وفي الدنيا والآخرة يا رب العالمين ده سعي الإنسان فلما النبي يدعي على إنسان بالتعاسة يبقى الإنسان ده مين؟ الإنسان ده عابد اسمه مسلم أو مؤمن في الظاهر لكن بيجري وراء سراب عايش حياته بيعبد شيء تاني غير الله وهو ممكن يكون بيصلي بس في الصفة دي واخد كل اتجاهه وكل عمره مش في الحلال لا الحلال معروف حلاله بين والحرامه بين فالنبي يقول إيه؟ تعيس عبد الدرهم مين يا رسول الله؟ عبد احنا بنسمع عبد السميع عبد العليم عبد الرقوف عبد لله بأسماء الله الحسنة إنما مين عبد الدرهم ده؟ مين عبد الدنار ده؟ مين عبد المرأة ده؟ من عبد الخميصة من عبد الخميلة من عبد القطيفة ايه الالفاظ اللي أنا بقولها دي دي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عشان بقولك فيه أصنام خفية وده عنوان الحلقة دي وخلي بالك منها كلنا نخلي بالنا ان فيه أصنام خفية قد يعبدها الإنسان يصل فيها إلى درجة العبادة وهو لا يدري وفاكر انه هو مش كافر مش خارج الملة ولا حاجة فدي عشان كنسمتها أصنام خفية إذا كانت الأصنام الحجرية انتهى تاريخها في حياتنا الحمد لله كمسلمين إلا أن هناك أصنام خفية ربما تحل ويعبدها الإنسان من دون الله بسلوكه وممارساته وأقواله وأفعاله دون أن يدري كده أنا قلت أن أنا معايزتي النهاردة فيها شيء من الخشونة لكن التنبيه إشارات المرور مش كلها خضرة لا فيها أخضر وصفر وأحمر الأحمر ده تجاوزه في مخلف هي دي بقى الأصنام الخفية خلي بالك لو عدت يبقى أنت دخلت في الخطر وفي مخالفة شرعية كبيرة منها الرياء صنم الرياء يحبط العمل يخسارت الحج والعمرة والألاف المؤلفة التي اتصرفت أو التبرعات إن لم تكن لله عز وجل ده أول ما تستقو تقع الصدقة تقع في يد الله عز وجل فعطرها بالإخلاص حتى تذوقوا حلواتها والحسنة بتأتي بالحسن العمل لم يبقى خالص لله سبحانه وتعالى ربنا يفتح شهيتك لعمل تاني أحلى أو تزود من العمل ده يبقى شهيتك ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزيّنه في قلوبكم يعني مش بس في قلبك إيمان إيمان محبب ليك وفي زينة تبقى فرحان بإنك تصدق وتزوق حلوة الصدقة لإنها لله عز وجل فربنا يفرحك بيها فتتصدق أكتر وتبقى فرحان وطبعا ربنا بيعوضك وبيزيدك عشان أنت حبيت ربنا من هذا الباب وحديث يمكن في حد من مشايخنا في سلسلة هذا دينونا في البرنامج نكن تبقى تسمعوا الحقيقة واخد سلسلة سبعة يظلهم الله وفي ظله يوم لا ظل إلا ظل بيشرح الحديث ده بانتظام ألا كنت مستمد أسأل الله أن يوفق العلماء والدعاء وعلماء الأزهر لكل ما يحب ويرضاه بيشرح الحديث ده ورجو منها ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه ده يدخل في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله إنه مش بس الصدقة تصدق بصدقة فأخفاها أخفاها بدرجة إن حتى إيده اليمين ما تعرفش إيده الشمال تصدقت بإيه يعني يعني شوفوا الإخلاص وصل بإيه لدرجة إيه سمعوا لي ناخد فاصل سريع ونرجع لحضرات رجعنا لحضراتكم وهذه الحلقة اللي بيسمحني السيد المشاهدين إنه يعني فيها شيء من النقد النقد الذاتي يعني بنقول إحنا إيه بننقي أنفسنا حتى يكون أو نرجو أن يكون تكون أعمالنا خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى وقاش في طريقنا ربنا سبحانه وتعالى أي عقبات وحتى لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى وأنا أعطي لكم إنه ممكن نبقى فاهمين إنه إحنا بنعبد ربنا سبحانه وتعالى وإحنا عصدين خير لكن فينا صفات تدخمت أوي صفات سلبية أو أعمال مش كويسة مثلاً تدخمت ولم نقاومها ولم نجاهدها ولم نغيرها فتحولت إلى أصنام فنعبدها من دون الله دون أن نشعر أننا نعبدها وما قلت لفظ العبودية ذكرت اللي كانوا معايا من أحبابي قبل الفاصل إن لفظ العبودية ده مش افتعال ولا تعسف من عندي إنما ذكر في قول الله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا تعبدوا ألا تعبدوا الشيطان نجي لفظ العبودية بمعناها الطاعة والانسياق وأرأيت من اتخذ إلهه هواه هواه يبقى يبقى فيه إله اسمه الهوى والمزاج من الأصنام اللي النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عنها وأشرت لها قبل الفاصل وفيها لفظ العبودية يصل الإنسان بانغماسه في المسألة إلى درجة العبودية تسيطر على كيانه وعلى أفكاره وعلى أولوياته وعلى ترتباته في الحياة فتتحول إلى صنم النبي صلى الله عليه وسلم دعا على صاحبها بأنه برغم شقاءه وتعبه وعرقه وجهده في تحصيل هذه الأمور والأصول لها إلا أنها لا تحقق له السعادة الحقيقية عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم دعا بما يظن الإنسان فيه سعادته بالتعاسة بالعكس يعني فقال عليه الصلاة والسلام تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الدينار تعيس عبد المرأة تعيس عبد القطيفة تعيس عبد الخميصة تعيس عبد الخميلة تعيس وانتكس وإذا شيك فلن تقش يعني يعني أدعية ربما مش هستفيد في أو دعاء مش هستفيد في شرحه لأنه حديث طويل لكن عايز أقول إيه إنه بننتبه إنه ممكن الإنسان يصل في حبه للمال ودي فطرة فينا كلنا وتحبونا المال حبا جمع بنحب المال لكن المال ده نعمل ماله الصالح للرجل الصالح العملات كلها مش الدراهم والدنانير والجنهات والدولارات واليورو كلنا نحب الفائد من المال لكن المؤمن يحب المال ويتمناه لو ما كانش عنده إذا كان صادق في نياتي نفسي ربنا يديني وأبني مسجد نفسي ربنا يديني وأعمل مستشفى نفسي ربنا يديني وأتكفل بمئة يتيم مثلا على قدر صدقك في هذه النية وهذه الأمنية الله يعطيك الأجر وإلا يعطيك المال شوفوا جمال الشريعة بقى يحاسب على النية في الخير وكذلك في الشر أنا بس لو أنا بقى كان معايا مليون جنيه ده أنا كنت خرطتها في بعض الشواء يقول كده خلي بالك من نيتك لحسن هتاخد سيئات ومش هتاخد فلوس لأنك أنت نويت ونطقت بهذه النية تلفزت بيها الحكاية مش لعبة والملائكة بتكتب عشان إنسان يبقى عامل ضبط الأمنيات وضبط الرغبات ويوجهها كلها لله سبحانه وتعالى للنبي قال لنا كده تعس يعني حصلت له التعاسة عبده الدرهم تعس عبده الدينار تعس عبده المرأة اللي بيعشق لدرجة الانتحار تعس عبده الخطيفة الخميلة دي طبعا أشياء محتاجة شرح لكن أنا الفكرة العامة بننبه إن في أصنام في حياتنا أصنام معنوية أصنام خفية قد نصل فيها إلى درجة العبادة تؤثر على أعمالنا الصالحة دون أن ندري فنسأل الله أن يجعل قلوبنا وعبادتنا خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى وأن يجعلنا ممن أسلم وجهه لله عز وجل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا مولانا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر